السلام عليكم خاوتي واخوتتي ومحبا بكم جديد في قناتكم اخبار ابليدي في هذا الفيديو خاوتي جبناكم كما العادة وكما عودناكم مواضيع مهمة للغاية ايضا انا في الاخبار التانية دول ماركيتو مؤخرا مش نحكلكم فقط على الجزائر وانا ماريني ندخل اخبار اخرى تتعلق بدول اخرى وانا لقيت الكثير من الكمنتر قادين يقولوا لي يو دي سيباري الاخبار تها الجزائر وحدهم مع الاخبار الدولية وحدهم في جهة اخرى ولكن اخوتي انا من اقول لكم مش كل الاخبار الدولية انا من اقول لكم فقط الاخبار المتعلقة بالجزائر يعني اذا كانت هذه القصة راح تأثر على الجزائر ولا لا فمثلا اخوتي احنا شاركوا معاكم الان فيديو لبدء عمليات ترحيل المغربة من منزلهم وهذا اخوتي ومرتو يهودي جاو بقوبة الشرطة حاوزوا الناس اللي كانوا سكنين هنا من المغاربة وجوه ومرتو ورم قاعدين فيها وقالهم هذي انا داري امتلكتها من 1800 دزنين طيح وما عندكمش حق فيها وهذا رزقي وانتم لازم تخرجوا منها والمغاربة الان خاوتي يرام يشوفوا ديرانهم يروحوا قدامهم رغم انهم عاشوا فيها لمئات السنين ثم يجي هذا اليهودي يدينهم دارهم ويعني قصة غزة وفلسطين راه تتكرر قدامنا خاوتي ولكنهم يعني حمقى ولا يفقهون طبعا الكثير من المغاربة رم فيقين رم يديروا احتجاجات ولكن ايضا الكثير منهم تعوخ الملك واخ الملك ايضا في الاخبار خاوتي تأكد الخبر اللي يقول فيه بيلي احد الحكام العرب يطلب من الرئيس قلت لك الرئيس هذي رئيس الوزراء الصهيوني نيتنياهو باش يكمل الحرب في غزة ويجري انهيها لانهم يحرجونه كنت قلت لكم بيلي انا اظن انه هذا الشخص هو السيسي انتم مقولون في التاريقات شكوروا ولكن هل المرة خاوتي كان هناك اجتماع عربي من اجل تحفيز اسرائيل على الانهاء من عمليتها مش يسمينهم مع تيدي الوقف اطلاق النار لا لا يخفوا يقضوا على الفلسطينيين باش تنتهي هذا القصة لكن الفلسطينيين ليسوا وحدهم طبعا فالعالم كله وقفين معهم من يعني المواطنين هنقول لكم صور جميلة جدا وراح نقول لكم ايضا تضامن حتى يعني المواطنين الامريكيين اللي يقرروا مقاطعة اكبر حدث تجاري اقتصادي في العام بلاك فرايدي اضعكم فهمكم ما شنه هو بلاك فرايدي هلان خاوتي اروحوا معي نشرح لكم واش هو البلاك فرايدي ولا الجمعة السوداء علينا الناس تتهفت عليها وتهضر عليها بزيف البلاك فرايدي هو اكبر حدث تجاري في العام ادخلوا معي خاوتي العام كومبلي كل التجار يتوجدونه عليها لانه في ذلك العام زي ما يديروا تخفيضات هوليك تخفيضات احيانا ما تكونش حقيقية زي ما المنتوج البريتاع ويتباع المياه هو يقول لك اوه رانا مخفضين فيه 50 بالمياه ولكن في الحقيقة تلقبلك مخفض فيه 10 بالمياه وراح يربح منه بالتأكيد ما لا يبدوا يبيعوا والناس يجوا بكثرة لانهم ظنين انهم رانا بيديروا صفقة عظيمة من خلال شرائهم هذه المنتوجات واناقلك المتاجر يستفيد بشكل كبير من الجمعة السوداء هذا الحدث التسويق يساعد المتاجر على زيادة حجم مبيعاتها بشكل كبير خلال فترة مختصرة بتقديم تخفيضات كبيرة وعروض خاصة يتجه المستهلكون الى التسويق بكميات كبيرة مما يساهم في زيادة الارادات ايضا كان الكثير من المنتوجات لربما تكون تكسدت لهم في الاسواق ولكن هل الجي هذه الجمعة السوداء يعني المستهلكين الجيهم واحدة اللي الغريزة غيشوفوا تخفيضات يشوفوا بيهمهمش القالية تعالى منتج ولا شيء مثل هذا وتقدروا تفهموا باللي البلاك فرايدي ولا جمعة السوداء هذي ادخل لميزانيات الدولة وللتجار المناير من الدولارات والمعروفين واللي متحكمين في البلاك فرايدي هم الاسرائيليين ولا بين قوسين الصهاينة هذه خوتي مواطنة امريكية وقدنا شاركوا معاكم الفيديوهات التحى كيف كانت دائما تدعم في المقاومة وحماس وكل هذه الأمور الآن خرجت في فيديو قلتهم باللي نحن نعم نحن المواطنين الأمريكيين اللي يوقفوا مع الفلسطينيين نفتخر بأننا قمنا بمقاطعة أكبر حدث تجاري في العام وقمنا بمقاطعة البلاك فرايدي اسمه وشاهد قولي بسبب المقاطعة لأنهم يدعموا في فلسطين قد هم الآن تومي خاتوية راكم شوفوا بسبب المقاطعة عدد قليل جدا من الأشخاص للمحابين يشروعوا من البلاك فرايدي توقفوا لأنهم يدعموا في فلسطين ونحن نبيع كوكاكولا للجزائريين تومي اش راكم خاتوية في هذا الموضوع خبروناكم في التحريقات وكي ما قلنا راكم ليسوا الأمريكيين فقط من يدعمون مش الأمريكيين قصد المواطنين مش نتدعوا حكومات حتى الشعب تاع اندونيسيا كله خلطة بكلمة واحدة يدعمون فلسطين وكأنها بلدهم يعني حجم الاحتجاجات اللي دايما نشوفه في اندونيسيا ما نشوفه في حتى مكان آخر في العالم وهذه في جاكارتا عاصمة اندونيسيا وشوفوا ذلك العادة خلطة وثاني يزيد يرد الشعارات باللغة العربية رغم انهم ليسوا عرب وشراكم اخوتي في هذا الموضوع ايضا بالحديث عن السهاينة وكل هذ الامور انتشر فيديو الان بخصوص المغاربة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه يهودي يطرد مغاربة من منزلهم ويزيد يشير لهم صبع وقولهم هذا منظلي يعني بين حتى اللهجة التعو المغربية ماهيش بين بلي ماهوش عايش طرحيته في المغرب كان بره وجاء وحاوزت العائلات باستعمال قوة الشرطة اللي يخولها له الملك محمد السادس كلك يهودي يطلب باسترجاع ممتلكاتها العقارية في المروكة هذه هي عواقب التطبيع وما يسمى بالإدماج الاسوأ قادم لا محالة شوفوا خوتي يعني هناك محلل في هذا الفيديو ويشرحكم شهصاري في هذا الفيديو خوتي للعلم هدايا يهودي أو يطالب بهذا المنزل قال لهم هذا المنزل ديالي من السبعينات وعندولوا رقمه باش من جابهم كما واحد الجماعة تعدى يهود دخرين في المغرب كيف كيف دخلوا وحبوا الدولة ثيرا قال لك المغربة ما فهم من فيها حكيتكم عليه ذا الحادث اللي صرت عماد مدينة طنجة لكنوا عايشين فيها المغاربة وثم جاءوا خرجوهم من مساكن بمساحة كبيرة جدا بمساحة مدن كبيرة في الجزائر كما قاموا بإخلاءهم من تلك المنازل رغم أن الحكومة المغربية اعطتهم تري سيتي اعطتهم القاز اعطتهم الماء وكانت معترفة بأن هذه المنازل التاع المغاربة لكن بمجرد أن قامت المغرب بالتطبيع وبعد بضحة أشهر فقط بدأوا يخرجوهم من منازلهم والمالك اتضح أنه يهودي يعني واحد فقط نكمل الفيديو كيفاش هادو ما رام يدخلوها هذا ماذا مشتوهولو هادو ما رام يدخلو لكم بتي تبتي حبا حبا أعراضي ديور منا منا دلوكم كما فلسطين خلقوهم دخلوا شوية دخلوا ملهيكة منا منا ملهيكة طب حتى عشو دارو دولة عباكم لإسرائيل وقل الله أعلم من الله أعلم من ما نشغلت في 1945 تكريت الحكومة الإسرائيلية وساح حاطي إسرائيل هادت ابنت بتدريجيا ضرب الأول اليهود التحى كانوا لاجئين لا علينا كانوا كينين اليهود عايشين في أرض فلسطين وكانت هذهك منزلهم كانوا متعايشين مع الفلسطينيين أنت يهودي وأنا مسلم وأنا عايشين في بلد واحد أورا المشكل لكن جاءوا الصهاينة والصهاينة اللي حبوا يبنوا البلد التحهم الضرب الأول كانوا لاجئين وبمساعدة الدول مثل بريطانيا قدروا يحاوزوا الفلسطينيين من منازلهم ويبعثروهم في فلسطيني بحثهم الغزة ولف ضيفة الغربية وباش عمروا الأماكن أكثر بدأوا يجيبوا اليهود من كل مناطق العالم هاك ذا كانوا يديروا الآن في المغرب وأظن أنه بعد عام و العامين من الآن رح نشوفوا المغرب العلامة التحية يتبدل من اللون الأحمر والأخضر إلى اللون الأبيض والأزرق لا معلش بالزاف انتوما المغربة رح يصال لكم هاكذا وما رح يصال لكم نفس الشيء طيب يبدو يديركم في الديور يديركم في وسموك وبعد ترفقوا على البلاد وما تتعشوش ديروا تجو تبكوا عندنا يا الجزائرين احنا يخاوتكم معاونونا يا الجزائرين منا ومن هيك ومع العلم أنك 90% من شعب المغرب يمسكين يحليل وراه في فرق حل اراه معي اتخيلوا معي هذا السيناريو اتخيلوا معي هذا السيناريو خاطئ يجي الوقت وين زعم الصح اسرائيل تحتل المغرب بأكملها ثم يجوا المغاربة لاجئين إلى الجزائر وتضطر الجزائر الدافع على الحدود التح لأنه جارنا رهولا أسوأ جار في العالم زيدوا جابولهم هادو ما تياردد انا احنا ما تجوش تبكوا عندنا احنا يما راح نشوف نار يجوش دولكم احنا ما نعاونوكم ما هوالو من هذا المنبر ما كانواالو ولي تخطى الحدود نفاصع وحنا نمحيوه ديرك احنا بلي بومبي برك ولي بومبينا نقضى عليكم ما يرا يعني ها بدكوا لاو شاك ما اسمع اسمع زيد كيفاش حايدوني انا من ضاربة كيفاش حايدوني واش عني واحد حكم في اسم الجلالة يحايدوني من ضاربة في 23 عيون ويدخل هو في 2000 وهو دخل في المحافلة في 1000 وجوج كيفاش يدخل هو في 2000 وجوج اه ويدخل هو في ضاربة في 2000 بعدا في 1000 كان بغير يدخلو شي واحد يدخلوا هذيك المرة ما يدخلوني شعنا عشوال شي والله قسم بالله قدوا قشموا والله أرمح شي ترككم والله أرراحل فيكم أكون تبعوا في هذا في الأخبار أيضا وبخصوص الخيانات العظمى نجو نشوفوا إلى الدول الأخرى الخائنة وسبحان الله في هذه السورة نمقاعدين كلهم مع بعض مع هذا يعني ملك قطر كنت تحدث لكم في السابق والفيديو تاعة البالحة على خبر يقول بللي أحد الحكام العرب أحكم نيتنياهو يعني عياطف تيريفون قالوا نيتنياهو يالله اجري صفينا هذين الفلسطينيين اجري كما نقضي عليهم لأنه هذه المسألة رهي بدأت تحرجنا ضكاية وكنت قلت لكم بللي أنا أظن أن السيسي هو اللي قالها ولكن الآن زادت حكام عربية أخرى اتصلت بنتنياهو لتحفزه وليتشجعه في حربه على فلسطين نعم خوتي قال لك لهذا السبب مصدر عبري يقول أن أنظمة عربية تطالب إسرائيل بمواصلة حربها على غزة فرحت عملية طفان الأقصى النفاق العالمي وكيده بمكالين فيما يتعلق بحقوق الإنسان هذا الأمر المفروغ منه يعني هذه الأيام الجرائم اللي يتسرى في الكتب بتاع بكري ومتسمعش بها قال لك كما سلطت الضوء على بشاعة بعض الأنظمة العربية المتواضعة مع كاين صهيوني في السر والعناني ضد أهل غزة اللي في العنان وخدوها طاي طاييرا بينين هاي اللي عندك المروق وعندك ثاني الإمارات وبعض الدول الخليجية مثل السعودية لكن اللي تضرب من تحت للتحت والوعرة قاعدتك هو النظام بتاع مصر الشعب المصري كله قلبوا يعني يدعم صهينا لوحدة النقطة متأمنهاش الأنجلة اكتمادت أنظمة العربية لحد مطالبة تل أبيب بعدم وقف الحرب على غزة إلى غاية القضاء على كل حركة المقاومة الإسلامية يبدو أن ريصانهم فيهم الحمير لماذا هذا العرب ريصانهم فيهم الحمير لأنه منذ انطراق الحرب هذه على غزة يعني استشهد أزيد من أظن أن العدد الأره وصل 18 ألف شهيد فلسطيني رب يرحمهم ويسكنهم في سيحة جناله أما يكون الجون شوفوا من ناحية المقاومة شحال استشهد منهم العدد لا يفوق العشرين مقاوم استشهد من حركة حماس يعني هذا الحركة الهدف تحوضح ليس الهدف منها القضاء على المقاومة يعني الهجوم تحوضح الهدف تحوضح القضاء على المقاومة الفلسطينية وإنما هو قضاء على الفلسطينيين الشعب الفلسطيني هذا الأمر واضح وإذا ما كانش واضح العقل التحمر فيه مشكلة بيش يفهم هذا الأوراق لأنجلة كشف المحلل العسكري الإسرائيلي عاموس هرعيل هرعيل مش عباسمه معي أن الدولة السنية في منطقة الشرق الأوسط تتحدث بصوتين فيما يقص الأحدث في غزة يعني ذو جهين وقال هذا الشخص في مقالة لصحيفة هارتس أن دولا مثل مصر قد تكون مصر خاطر والله قد تكون مصر والأردن تندد في خطابها العلني بقتل المدنيين من طرف الجيش العبري تماشيا مع الرأي العام لشعوبها لكن خلف الكواليس جميع قادات المنطقة تقريبا بما في ذلك أغلب الدول الخليجية تطالب إسرائيل بعدم إنهاء الحرب إلى غاية القضاء وهزيمة حماس وزيد هذا الشخص قيل أن هؤلاء الدول اللي ريتحفز إسرائيل على عدم وقف الحرب يعتبرون حماس عدوا داخلي خطيرا لهم رغم أنه لو كانت نشوفهم البعيد حماس مدت لهم والو كل ما قامت به حماس هو تعريتهم وكشفهم على أنهم دول متخاذلة ومطبعة وخائنة ولا يمكنها أن تقوم بأي شيء من أجل الدفاع عن الأبرياء خوتي تم وشاكم في هذا الموضوع خبروناكم في تعليقات أخينا في الأخبار لابد أننا شاركت معاكم بزاف فيديوهات اللي تحبط وتهبط المورال ولكن هذا المسؤولة الإيطالية دارت حركة جميلة جدا لمن إلى مسؤول أمريكي أعطات له مكلة الكلاب وزادت قلت له أخاوتي قلت له شوف هاك مكلة الكلاب معني أنتم جيجين أسوأ من الكلاب وخونا وروح كلها وعطى الرأي ستاعكية كلها وكلها أنتم المريكانيين وكلها بزاف مرات باش يقول لي عندكم الوفاء والصدق فالكلاب أوفة وأصدقها منكم ونستعرب بها أخاوتي اضطروا يحاوزوها ويخرجوها من القاعة ونحو ماكلت لكلاب من عند هذا الأمريكي وزا ما راحوا لدعوها كذا يعطوها البسؤولي الآخرين وشوفوا مزالة الدور هي الداخل نستعرب بها أخاوتي حركة مثل هذه يعني أشجح بكثير من المواقف العربية المتقادلة وحركة مثل هذه قادر يعني تكبدها خسارة المنصب التحى والعمل التحى إلى أنها لم تكتلث مدامة تدعم القضية الفلسطينية أنتم وشاكم خاوتي في هذا الموضوع كتشوفوا مواقف من الكفار ثم تشوفوا مواقف من دول الخليج اللي يعتبرون أنهم مسلمين زمان خبروناكم في التعليقات نشكركم جزيلا شكري على المشاهدة خاوتي وخوتتي وسنلتقي إن شاء الله مع المزيد من الأخبار والمواضيع لاحقا إلى اللقاء